أعلن مجلس إدارة نادي المصري أنه قد يتم مؤلجوء للتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا في حالة عدم قبول اتحاد الكرة للتظلم الذي تم تقديمه ضد عقوبة حسام حسن المدير الفني للفريق قارت لينة المسابقات إيقاف حسام لأربع مباريات مع غرامة عشرين ألف جنيه لتصرف الغير لائق عقب مواجهة بيترو جيت بالجولة التاسعة عشر في الدور الممتاز قال فارخ عشر معض مجلس إدارة المصري أن النادي لم ولن يتقبل هذه العقوبة التي وصفها بالظالمة